ترجمة نانسي قنقر في البداية تكريم مجموعة من أعضاء جيش التحرير الوطني الذين واصلوا المسيرة بكل عزم وإرادة بعض الاستقلال في صفوف الجيش الوطني الشعبي أدعو السيد الفريق أول بنالي بنالي قائد الحرس الجمهوري ترجمة نانسي قنقر شكرا للمشاهدة السيد لواء المتقايد أحمد جنوحات شكرا للمشاهدة 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 اشتركوا في القناة 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 شكرا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة السيد العميد اشتركوا في القناة شكرا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة شكرا اشتركوا في القناة 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 السيد العقيد ملاوي محمود اشتركوا في القناة واجب التنويه سيد الرئيس ان بعض القيادات الذين اسديتموهم شهادات تكريم وعرفان لم يتمكنوا من الحضور لدواعي صحية وستسلم لهم الشهادات في بيوتهم يتعلق الامر بكل من السيد الرئيس يمين زروال عضو جيش التحرير الوطني ووزير الدفاع سابقا السيد اللواء خالد نزار عضو جيش التحرير الوطني ووزير الدفاع سابقا السيد اللواء محمد مدين عضو جيش التحرير الوطني رئيس دائرة الاستعلام والامن سابقا السيد سليم سادي عضو جيش التحرير الوطني وقائد ناحية عسكرية سابقا السيد اللواء حسين بن حديد عضو جيش التحرير الوطني وقائد ناحية عسكرية سابقا السيد العميد محمد بتشين وعضو جيش التحرير الوطني ومدير مركز لأمن الجيش سابقا والعميد عبد المجيد الشريف وعضو جيش التحرير الوطني قائد الأكاديمي العسكرية سابقا والآن سيادة الرئيس مع الفئة الثانية تفضلوا بتكريم مجموعة أو عينة من الأبطال عائلات الشهداء الشهداء الواجب الوطني الذين سشهدوا فداء للوطن لتبقى الجزائر واقفة آمنة ومستقرة ونبدأ بعائلة العميد الشهيد محمد حمانة شكرا